بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشهر في الأنبياء وسيد المرسلين بين محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فحياكم الله في الوحدة السابعة من وحدات شرح مادة مصطلح الحديث وكالعادة سنبدأ هذه الوحدة بالشريحة التذكيرية التي تذكرنا بما تم شرحه من وحدات وبالوحدات المتبقية كذلك فنقول كعرض عام أن هذا المنهج منهج مادة مصطلح الحديث يتكون من ثمان وحدات الوحدة الأولى وتكلمت عن بعض المقدمات وكذلك الوحدة الثانية من بعض التعريفات الأولية والوحدة الثالثة كانت تتكلم عن تقسيم الخبر باعتبار طرقه والوحدة الرابعة كانت تتكلم عن أقسام الخبر باعتبار قائله والوحدة الخامسة تم الحديث فيها عن الخبر المقبول وأقسامه وكذلك في الوحدة السادسة تم أيضا الحديث فيها عن تقسيم الخبر المقبول إلى معمول به وغير معمول به وما ينتج عن ذلك من أنواع من علوم الحديث وفي هذه الوحدة وهي السابعة سوف نتكلم عن الخبر المردود وأسباب رده وأقسام ذلك وفي الوحدة الثامنة والتي ستأتي إن شاء الله وهي المتأخرة الأخيرة سوف نتكلم فيها عن غريب الحديث إذن فعندنا اليوم الحديث عن الوحدة السابعة وهي تتكلم عن الخبر المردود والمقصود به الحديث الضعيف وما ينتج عنه من أقسام وسنتكلم فيها أيضا عن أسباب رد الخبر وهما سببان السبب الأول المردود بسبب سقط في السند وهو ستة أنواع تقريبا سنتكلم عن اثنين منها على سبيل المثال وهما المرسل والمدلس ثم نتكلم عن السبب الثاني من أسباب الرد وهو المردود بسبب الطعن في الراوي وهو أنواع كثر نتكلم فيها أيضا عن مثالين فقط وهما الحديث الموضوع والمضطرب نبدأ أولا بأن نبين أننا سنتكلم في هذه الوحدة عن ثلاثة مباحث متعلقة بالخبر المردود فالمبحث الأول هو الحديث عن الضعيف عموما وفي المبحث الثاني نتكلم عن المردود بسبب سقط من الإسناد وفي المبحث الثالث نتكلم عن المردود بسبب الطعن في الراوي نبدأ أولا بتعريف الخبر المردود والحديث عن أسباب الرد فنقول أما تعريف الخبر المردود فهو الخبر الذي لم يترجح صدق المخبري به وذلك بفقد شرط أو أكثر من شروط الكبول التي مرت بنا في بحث الصحيح وقد تقدم لنا لما شرحنا المقبول والصحيح منه بينا أن الحديث إذا توفرت فيه خمسة شروط فإنه يترجح عندنا صدق المخبري به وبناء عليه فيكون خبرا مكبولا فإذا فقد أحد هذه الشروط الخمسة فيترجح عندنا عدم صدق المخبري به لفقد أحد هذه الشروط وحينئذ يكون هذا الخبر داخلا في الخبر المردود أما بالنسبة لأقسامه وأسباب رده فالعلماء قد قسموا الخبر المردود إلى أقسام كثيرة أطلقوا على كثير من تلك الأقسام أسماء خاصة بها كما سيأتينا في ذكر الحديث المرسل والمعلق والمعضل وكما سيأتينا أيضا في الحديث المدرج والحديث المضطرب وما أشبه ذلك ومنها ما لم يطلقوا عليه اسما خاصا بل سموها باسم عام هو الضعيف أما أسباب رد الحديث فكثيرة لأن كل سبب من الأسباب التي ذكرناها في صحة الحديث إذا فقد منها شيء فهو سبب من أسباب الرد لكن هذه الأسباب التي هي أسباب الرد ترجع بالجملة إلى أحد سببين رئيسين هما سقط من الإسنات أو طعن فرغاوي وتحت كل من هذين السببين أنواع متعددة فالنوع الأول وهو سقط من الإسنات يدخل تحته ستة أنواع تقريبا والطعن فرغاوي يدخل تحتها أنواع كثيرة وبعضهم يعني بالغة في تقسيماتها وتفريعاتها ولكننا سنتكلم عن بعضها إن شاء الله تعالى نبتدأ في ذلك ببحث الضعيف الذي يعتبر هو الإسم العام لنوع المردد فنبدأ في المبحث الأول هو ما يتعلق بالضعيف ونناقش فيه المسائل الآتها مسألة الأولى وهي ما يتعلق بتعريف الضعيف الضعيف في اللغة ضده القوي والضعف حسي ومعنوي والمراد به هنا في الأحاديث الضعف المعنوي الضعف المعنوي أما في الاصطلاح فهو ما لم يجمع صفة الحسن بفقد شرط من شروطه إذن صفة الحسن الذي وصف الحديث بأنه حسن يشترط له خمسة شروط هي نفس شروط الأحاديث الصحيحة التي تقدمت سوى أننا نقول أنه إذا كان راوي خفيف الضبط صار الحديث حسنا فإذا فكد أحد هذه الشروط الخمسة فحينئذ يعني يكون الحديث ضعيفا يقول بيكون في منظومته وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر هذا كتعريف للحديث الضعيف المسألة الثانية تفاوته الحديث الضعيف يتفاوت يتفاوت ضعفه بحسب شدة ضعف رواته وخفة ذلك أو حتى أيضا ما يتعلق بقضية السقط في الإسناد ونوعه وهذا التفاوت في الضعيف قد تقدم مثله في الصحيح فالصحيح ليس مرتبة واحدة بل هو مراتب كما تقدم لنا وكذلك الضعيف يتفاوت كما يتفاوت الصحيح فمنه الضعيف ومنه الضعيف جدا ومنه الواهي ومنه المنكر وشرق أنواعه الموضوع أوهى الأسانيد وهي المسألة الثالثة تقدم لنا في مبحث الحديث الصحيح ذكر أصح الأسانيد ولما بحث العلماء ما يتعلق بالحديث الضعيف فقد ذكروا في هذا البحث في بحث الحديث الضعيف ما يسمى بأوهى الأسانيد في مقابل أصح الأسانيد وقد ذكر الحاكم النيسابوني جملة كبيرة من أوهى الأسانيد إلى بعض الصحابة يعني الطرق التي توصل إلى بعض الصحابة وهي ضعيفة أو إلى بعض الجهات والبلدان فمثلا بالنسبة للصحابة أضعف الأسانيد إلى أبي بكر أو إلى عمر أضعف الأسانيد إلى عائشة أو أهى الأسانيد إلى عائشة أو أهى الأسانيد إلى أبي بكر أو بالنسبة للجهات والبلدان فيقال أوها الأسانيد أوها أسانيد الشاميين أوها أسانيد المدنيين وهكذا ننتخب فقط بعض الأمثلة من كتاب الحاكم وغيره ولا نطيل إنما سندكر فقط ثلاثة أمثلها المثال الأول أوها الأسانيد بالنسبة لأب بكر الصديق رضي الله عنه هو صدق أبن موسى الدقيقي عن فرقة السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر رضي الله عنه فالحديث إذا روي بهذه الطريق فهي واهية جدا وهذه الطريق هي أوها الأسانيد الموصلة إلى أحاديث أبن بكر رضي الله عنه وهذا المثال هو بالنسبة إلى بعض الصحابة وهو أبن بكر رضي الله عنه المثال الثاني أوها أسانيد الشاميين فأوها أسانيد الشاميين ما رويه من طريق محمد بن قيس المصلوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه والمثال الثالث أوها أسانيد ابن عباس رضي الله عنه السدي الصغير اسمه محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس يقول حافظ عن هذه السلسلة وعن هذا الإسناد هذه سلسلة الكذب لا سلسلة الذهب وقد مروا معنا في الحديث الصحيح أن سلسلة الذهب هي مالك عن نافع عن ابن عمر المسألة الرابعة عندنا وهي مثال على الحديث الضعيف ومثاله ما أخرجه الترمذي في سننه من طريق حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي بضم لها عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائظا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد قال الترمذي بعد إخراجه لهذا الحديث لا نعرف هذا الحديث إلا من طريق حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة ثم قال وضعف محمد يقصد البخاري هذا الحديث من قبل إسناده هذا نهاية كلام الترمذي فقد نسب تضعيف هذا الحديث إلى الإمام البخاري عن طريق إسناده يقول المؤلف قلت لأن في إسناده حكيما الأثرم وقد ضعفه العلماء فقد قال أنه الحافظ من حجر في تقريب التهذيب في هيلين فهذا هو مثال الحديث الضعيف ونقف على هذا القدر في مسائل الحديث الضعيف ونكمل فيما ياتي إن شاء الله والله أعلم وصلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته